بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تيشوف هالفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تيشكروني وتيبغيوا لي الخير بيكم توما باش غنواصل بيكم توما ان شاء الله باش يجي الخير على يديكم ان شاء الله انا ارانها قداما مع الناس اللي يقالوها لي اراني سنحطها باذن الله الواحد القهار بغينا اليوم نحطوا واحد وصفة خاصة بالبنات اللي بغاو يتجوجه هاد الوصفة خاصة بالولاد والبنات اللي عندهم بتعسير في الزواج البنت اللي عنده 40 عام وبقى محنات والبنت اللي عنده 30 ومحنات ولكن كونش بيدي الله ان شاء الله هاد الوصفة ديال واحدة الراقي اعطاها لي وان شاء الله غادي نحطها لكم هاد الراقي تيديرها اللي بنات بزاف وجاب الله تيسير على يدو ان شاء الله وصفة ديالراقي تيديروها على حسب الزواج وفعلا ربي تيجيب تيسير اول حاجة اللي غادي نديرو هي ناخد واحد كسرون بحلكة كسرون ديال الماء كسرون وغادي ناخد العرعار ناخد جوش دلاهم ديال العرعار فقط هادي غادي ان شاء الله غادي نتبخ هذه العرعار هذه العرعار غادي نديروه في في كسرون وغادي نتبخوه جيدا اي تتبخ جيدا غادي نحاول انني نقرب هذه الكسرون الى الفم ديالي بعد ما يبرد بعد ما يبرد غادي نتبخوه حتى يولي لونه بني ونحاول انني نخليه حتى يولي مبين بارد ودافي وغادي نقرب نقربو الى الفم ديالي نقربو الى الفم ديالي نقرأ نقرأ صورة يوسف كاملة ونقرأ صورة النور وصورة الرحمن هادي امتى غادي نديرها غادي نديرها ليلة الجمعة والصباح الجمعة غادي نتسبح بها او نعوم بها غادي ننوصل تل العتبة العتبة تايا المدبهية اللولى عادة غادي نناخد واحد شيء قليل وغادي بالقراءة وغادي ننسح بها العتبة وننسح بها الباب العتبة لان باب العتبة بعد الاحيان تيكون ما نروع لي كين بعد الاشخاص تيرميه او تيعكسوا الامور البنات اللي هديهم تنتمنى ان الله سبحانه وتعالي حل كل عقدة يا ربي وغادي ان شاء الله نقرأ كتلكم صورة يوسف كاملة وصورة وليكون عندك عارض بإذن الله الواحد القهار غادي ربي جيبتي سحر غادي ناخد العرعار ونتبخوا جيدا ونندف يبقى حتي يدفى ونقرأ لي صورة يوسف صورة النور وصورة الرحمن وغادي نقرأ احداشر مرة قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلحه عمل المفسدين هاد الصورة بوحد هادة تبطل السحر قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله منه سيبطله ونقول سبعات المرات ان الله لا يصلحه عمل المفسدين المفسدين المفسد سبعات المرات حتى اكمل حداشر مرة اما الصور كل صورة مرة واحدة ولكن امسح العتبة ما تبقاش نقطة ما يتخطها تحد يريد من نقرأ عليها المسح العتبة هي اللولة عاد الصباح رباح ننعم بها اه نقرأ القراءة من بعد التبخ ما شيء نتبخ هذا التبخ عاد نقرأ عليه وهاد المكونات غادي اللحوم هما والماء اللي عمت بهم غادي نعم في طيش كبير ونحاول انني نشيل هز دك الماء اللحوم في مكان عاشب اه شجرة متمرة باش انتم ما تكونوا ان شاء الله من اهل اه الخير ان شاء الله وتكونوا عريسات ويربي سهل عليكم ويربي حنال عليكم يا ربي ويكون لكم عون ومعين ان شاء الله وليكونوا في هدو هدو خليوهم دياولو هدو خليوهم وان شاء الله يكون خير اذا حبابي في الله ما بقى والو غير الخير والبركة في هذه القناة قناة شافية المغربية محتاج لكم الدعموني ان شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته